الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عبر تدوينه على حسابه الرسمي على فيسبوك بأنه يتابع آخر التطورات وأكد توجيه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وأثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين رئيس أجرى أيضا اتصال هاتفي مع قداسة البابا توادرس بابا الإسكندرية بتريارك الكيرازة المرقصية وقدم تعزي في ضحايا الحادث وأكد على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم للاحتواء أثار هذا الحادث